علق دبلوماسيون على رسالة الاستطلاع التي بعثتها حكومة السودان إلى المواطنين بشأن أرائهم حول بقاء مغادرة قوات التحالف الدولي وبينوا أن الحكومة العراقية تتجنب ذهاب إلى البرلمان لمحاولة طرح موضوع إخراج قوات التحالف تقلل دستور الذي تسند إليه المهمة وقد شرع قانونا حول اتفاقية الشراكة والتعاول استراتيجية بين واشنطن وبغداد وبالتالي فأن البرلمان هو المعني بهذه القضية وأضافوا أن تفاقية الإطار الاستراتيجية تشير بوضوح إلى أن تعزيل بنودها يجب أن يتم من خلال مفاوضات واتفاق بين الطرفين المواقعين وهم بغداد وواشنطن وأن الحكومة العراقية بهذا الإجراء تحاول أن تتجنب مواجهات مجلس النواب الذي سيرفض بالتأكيد إنهاء مهمة التحالف من خلال عدم موافقة الأحزاب الكردية والسنية وبعض القوى الشعية على الصيغة التي تحاول إيران من خلالها تغيير مسار العلاقات الأمريكية العراقية عبر أعمال العنف من خلال وكلائها في العراق ترجمة نانسي قنقر